تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أرنهيان وليو عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من إيمانويل مكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة وبحث السموه الرئيس الفرنسي خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطوير أوجه الشراكة الثنائية على المستويات كافة كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة ومجمل القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك